السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس نتحدث عن العبارات التكرارية العبارات التكرارية في البرمجة معناته هي for والwire والdowire هذه نستخدمها حتى نكرر كود معين لأنه نعلم الآن لحد الآن أن الكود يتنفذ بشكل خطوة خطوة وثم انتقلنا إلى الif أنه ننفذ block of code وفق شروط معينة الآن ماذا لو أردت كود معين block of code وكرر أكثر من مرة كيف أفعل هذا الشيء أكيد سوف أستخدم اللوبس إذن لنبدأ في درسنا على اللوبس وأقول له new files وأعمل له save وأسمي loops وأسمي .php وأتأكد أنه أنا أخذنا في الphp sessions هذا اللوبس أتأكد أنه أستخدم من سنابشوت هذه التمبلت وأين هو اللوبس هذا هو اللوبس أتأبدأ بالعمل loops فدعني أضع لك هدر للصفحة حتى تكون مفهومة لكم فأقول له هدر أقول له for loop for هو عداد نستخدمه لتكارب block of code معين كيف يعني دعني وضح لك أكون الphp script وأغلق أريد أن أكون أطبع الأرقام بين الواحد والمية أوكي فأنت شو تقول أنا أعرف for loop هاي الفورلوب إيش فكرتها انظر هو تلقائيا عملي لها ال design قال لك إيش initial value له صفر يبدأ العداد ثم فارزه ما هو شرط التوقف أنا أطبع لمية فأقول الأصغر من مية ما هي مقدار زيادة بين رقم ورقم i++ كما وضحنا سابقا i++ بمعنى زيادة بمقدار واحد يعني i يساوي أن i زائدًا واحد هذا الكود هذا الكود أو block of code الذي سوف أنفذه وفق شروط معينة ماذا يدعي أفعل ويدعي أطبع أنا قيمة العداد فأقول له أوكي كونت وأطبع داخل هذه الكونت أريد أن أطبع لي ال i طبعا أكيد أنا هذا ال i أواجه مشكلة لو أطبعته هنا يطبع لي لكن مرات لما يكون هكذا سوف يعتبرك يا جزء من السلسلة فحتى أحمي نفسي فقط أضعها بين قوسين لما أضع داخل سترنك بين قوسين يعرف أنه هو هذا عداد فحتى أراها بشكل واضح فدعني أول أضعها بشكل h3 الأرقام فأضع h3 ثم h3 أغلقها إيش معناته معناته يابا اطبع لي الأرقام من واحد إلى مية بشكل h3 تعني نفذ وراء ماذا أنا أتحدث وأسمي هايش أطبع أطبع اللوبس أذهب لصلاح اسمها لووبس وأذهب ونظر عداد 01234 ويستمر إلى المية لماذا؟ لأن أنا قلت له يا أخوي هذا البلوكوف كوت استمر بتكراره من واحد إلى مية حتى أجعل الكودي أكثر انتظاما أقول له li وهذا أجعله li وكل السكريبت أضعها في داخل UL نحن نعلم ما UL يعني unordered list و li يعني list item فالآن دعني أوضح لك الكودي الآن كل هذا الPHP secret ضمن unordered list وهذا الPHP سوف يقوم يولد لي li أسطر فسوف يستمر بطباعة الأسطر فيعمل لها بشكل listه جيت أعملت لطبع أتكد نعمل لها save وأعود هنا design وأضع وأضع أعمل لها بشكل listه لماذا؟ لأن أنا كما قلت لك وضعتم كل واحد بشكل listه بهذا الشكل يعني وضع لك الinspect حتى ترى ماذا أنا عملت الذي أنا عملته في البداية عرفت UL اللي هذه ال UL هذه ال UL العرفتها وهذه ال UL خليتها عن طريق الكود أعمل generation في داخلها لLI لما يعدل عدد صفر أعمل لLI صفر لما يعدل عدد واحد لLI واحد ثم لLI اثنين ثلاثة وأستمر بهذا الشكل وهذا يسمى الديناميكية يعني انظر هذا الكود ولد لكل هذه ال LIs يعني هو أمل لها generation عن طريق الكود وهذا هو فكرة ال PHP ال PHP هي ليست static ال PHP هي dynamic إذن هذي orderless ماذا لو أنت اردد أن تطبع حيث مثال أضع أمامها فاتشي أقولها H2 أو H2 فحتى أقولها numbers from 1 to مثال 10 دعني أقلل يعني لا أبقيها إلى 100 أبقيها إلى التين فحتى أريد أشمل رقم 10 أقول الأصغر أو يساوي حتى أشمل رقم 1 1 يعني أبدأ من واحد أصغر أو يساوي أنه 10 مقدار الزيادة 1 أوكي دعني أرى من واحد إلى عشرة ومقدار الزيادة 1 ماذا لو أردت أيضا من واحد إلى عشرة لكن مقدار الزيادة 2 أوكي دعني أعمل copy paste وهنا step أضع أمامك كلمة step 1 هنا أقول إيش من واحد إلى عشرة only even يعني فقط الأعداد الزوجية طبعا كيف أطبع فقط الأعداد الزوجية من صفر إلى عشرة أو من واحد إلى عشرة من واحد إلى عشرة أول عدد الزوجية نبدأ به هو 2 العشرة هو آخر عدد الزوجية مقدار الزيادة هي 2 يعني i يساوي أنه star i يعني sin i plus 2 يعني أنا سوف أزود 2 2 وأنتقل بين item و item لأرى كيف إذا أرى هنا هنا طبع لي من واحد إلى عشرة هاي الأرقام فيها طبع لي فقط الأعداد الزوجية لماذا من وين تو تين لكنها قلت لها فقط مقدار زيادة بمقدار 2 يعني أول مرة العداد يعد لك 2 بعدها زودت باثنين عدلك 4 زودت باثنين 6 زودت باثنين 8 زودت باثنين 10 في حين هنا لأن هنا مقدار زيادة i يساوي ان i plus 2 لكن هنا مقدار زيادة 1 فالعداد أو شيء يعد 1 ثم 2 ثم 3 ويستمر طبعا فقط لتحزين الصورة الشكل أضع to to هذا كله نتحدث عن for loop ما لا أردت أن أعمل نفس الكود عن طريق ال while أوكي أنزل هنا وأضع هذه ال for loop أسميها while loop طبعا ال while loop تشبه ال for ودعني سوف أوضح لك نفس الكود أطبع لك هاي الأرقام من واحد إلى عشرة عن طريق ال while أوكي أذهب بال while جزء ال while وأنسخه وأنزله ما هي فكرة ال while ال while هي عداد دعني أوضح هنا أقول لإيش دعني أوقف هذا الجزء الخاص بال for فالعداد ال while إيش while أكتب while ثم الشرط ما هو شرط التوقف إنه العداد أصغره ويساوينا عشرة وكي أضعها هنا ما دامر عداد أصغره ويساوينا عشرة أنا أستمر مقدار زيادة هي واحد فأأخذها وأضعها هنا وال initials value أول قيمة أنا أبدي بيه هي واحد إذن بهذا الشكل نظر نفس الفور لكن طريقة الترتيب تختلف قبل ما أدخل بال for أعمل initialize ثم أبدي أتحقق من الشرط ثم هذا العداد يستمر ثم يجي يطبع يتحقق يزود العداد بواحد يعود هل هو أصغر من عشرة نعم 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 ويطبع لك هي بشكل مستمر يطبع هنا يقول لك error in line 22 ما هو error in PHP on line 42 فأرى ما هو الخطأ في 42 هنا يقول لك فعل زمن قوضة دعود أعمران انظر هذا لي نفس الكود الأول نفس النعتائج نفس الحالة الدواء الدواء العملية مختلفة من العلاء الأسفل هذه اللوبس شكرا للمتابعة ونلتقي بدرس أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر